السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دول اكتر اي اي الناس يستخدمهم على مستوى العالم طبعا اول واحد شاد جي بي تي لان هو كان يعتبر اول واحد نزل السوق character.اي اللي انت تتخيل ان انت بتتكلم مع شخصية معينة بتقول ان عايز اتكلم مع النار الدفينش ايما انت الانجلو وتعمل معاه حوار نفس الموضوع ده ممكن تدخل على شاد جي بي تي وتقول له اكلمني كأنك انت محمد الفاتح مثلا او محمد علي فيبدأ ان هو تتناش معين جوجل برد جوجل برد قوته ما بتقلش عن شان جي بي تي لكن مش هو اللي نزل السوق الاول فاللي بينزل السوق بيتتسح تمام؟ دي بعض البرامج اللي خاصة بي الذكالي صناعي اللي يونار دفينشي بيحول لصور هسيبلكوا الصورة دي اسفل الفيديو ان شاء الله نسلق حد حابب ان هو يتعمق فيها عدد اي بي تبقى اشوفها ودول اكتر دول استخداما لذكاء الصناعي لم يكن واحد عادي يعني مبارمج و اي مكان بيستعمل الذكاء الصناعي فالليوند ستيت الولايات المتحدة والهند اندونيسيا الفلبين البراسيل و هكذا هنا اي شات الالوان بقى كل واحدة بيهم هذا هو اهم مجموعة خاصة بالفيديو جنيراتور كاب قط الكلامنا عنه قبل كده برنامج قوي جدا في الاسفل اذا اذر عندنا مثلا هابينج فيس اي حد بيخترع حاجة من زكاة صناعي في اوبن سورسه في الاول بيبدأ يحطه هنا بحيث ان هو يبدأ يشوف ردود فعلي الناس في عامل زي تقريبا اغلب الادوات ناقشنا فيها كلامنا عنها قبل كده دي الحاجة الخاصة بالفويس بالصوت لو حد عايز مثلا قطر دوتو اي لما بتدخل تعمل شات على زوم او بتعمل محاضرة على زوم بيبدأ ان هو يحول الصوت لتكست وفي نفس الوقت بيعمل ملخص للمحاضرة فمن الادوات القوية جدا جدا جميلة